بسم الله الرحمن الرحيم أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون في هذه الآية المباركة والآيات اللاحقة الله تبارك وتعالى يبين مجموعة من أحكام الأسرة في النكاح والطلاق ولعل الارتباط العام بين هذه الآيات والآيات السابقة أن الآيات السابقة انتهت إلى حكم اليتيم وكيفية المعاشرة معه فلازم بيان أحكام البيت والعش الذي يتربى فيه أولاد الإنسان وأنه كيف يلزم أن يكون البيت لينشأ الأولاد صالحين أصحاء جسما وعقلا وعاطفة ويحذر الله تبارك وتعالى من الاغترار بالمظاهر المادية الزائفة وأن الزواج لابد أن يبتني على الإيمان الذي يتحقق به الإطمئنان النفسي والفكري وهكذا الإطمئنان الديني وهو الأهم فيبين الله تبارك وتعالى حرمة النكاح مع أهل الشرك فلازم الكفاءة بين الزوجين في الدين هذه هي الكفاءة التي أقرها الإسلام أما الاعتبارات المادية أو العرفية فلا دخل لها في الكفاءة الشرعية فالعبد المؤمن كفء للحرة المؤمنة والأمة المؤمنة كفء للحر المؤمن لذا يقول تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يعني أيها الرجال والمسلمون لا تنكح النساء المشركات فلا تتخذوا زوجة مشركة سواء كن أهل كتاب أم لا فأهل الكتاب أيضا مشركون طبعا هذا الحكم الشرعي يحتوي على تفاصيل اللي يحب يطلع على تفاصيله يراجع موسوعة الفقه المجلد 65 صفحة 101 إلى 190 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ويدخلن في الإسلام ويصدقن بالله وبالرسول وبالمعاد ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني أمة مملوكة مؤمنة تتخذونها زوجة هذه خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم تلك المشركة لجمالها أو مالها أو حسبها أو نسبها لأن الملاك هو الإيمان هذا هو الذي يبقى أما الاعتبارات الدنيوية فهي زائلة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا يعني أيها المسلمون لا تزوجوا بناتكم من الرجال المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك العبد المملوك المؤمن تزوجوه بنتكم هذا خير من مشرك حر ولو أعجبكم ذلك المشرك لماله أو جماله أو قدرته أو سلطته أو ما أشبه ذلك السؤال أنه لماذا لا يتزوج المسلم بالكافرة ولا تتزوج المسلمة بالكافر ما هو سبب هذا التحريم أولئك يدعون إلى النار يعني المشركات والمشركون يدعون إلى النار دعوتهم إلى النار إما بالتبليغ إلى الشرك قولا وإما عملا بحكم دينهم فإن المصاهرة توجب ارتباطا اجتماعيا بين العوائل فدخول مشرك أو مشركة في أسرة مسلمة يسبب كثرة مجالسته إياهم ومن المعلوم تأثير الجليس على جليسه فيتأثر كل من الزوجين بأخلاق الآخر وفي المستقبل الأولاد يتأثرون بالأب والأم فيكونون عرضا إلى التأثير بالمشرك من الأبوين وهكذا الأمر في كل أهل باطل أو عصيان ينبغي ترك مخالطتهم وترك تزويجهم إذا كان في تلك المعاشرة احتمال التأثر بهم لذا ورد نهي شديد عن تزويج شارب الخمر مثلا أما إذا اضطر الإنسان إلى التعامل معهم فليقتصر بالمقدار الضروري أما إذا وصل الأمر إلى التشكيك أو الاستهزاء بالدين أو التأثر بهم فلازم الابتعاد عنهم أما الزواج فأن تأثر المرأة بزوجها كبير جدا فلذا لم يجوز الشارب تزويجها إلى مطلق الكفار حتى أهل الكتاب وهكذا بالنسبة إلى المسلم يتزوج بالمشركة على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية لذا يقول تبارك وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يعني يدعوكم إلى ما يوجب الجنة وما يوجب المغفرة يعني غفران الذنوب فلا يشرع ما يبعد الناس عن الجنة والمغفرة ولذا حرم هذا الزواج والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بلطفه بعباده المؤمنين وبتوفيقه إياهم إلى الإيمان فلذا لا يريد زواج المسلم من الكافرة وزواج المسلمة من الكافر كما ينهاهم عن كل ما يبعدهم عن الإيمان والدين ويبين آياته للناس يعني يبين الله آياته وهي أحكامه ودلائله للناس لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا ما أودع في فطرتهم ويتعظوا ويرشدوا وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين